السلام عليكم اخواتي كنتم من ارشاء الله تكونوا بخير وعلى خير قبل مشاهدة هاد الفيديو متنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يبقى وصلكم كل ما هو جديد ووصفتنا ديال اليوما الطريقة ديال تحضير تريد او الرفيسة على الطريقة المغربية واحد رفيسة اللي كتجي لديدة ومميزة وجد بسيطة فهنا كيفما كتشوفو عندنا دجاج فتجاج خضنتو ما اللي بغيتو من طبيعة الحال عادي نوصلو بالملحة والحماد وسكين جدا سكين جبير او لازنجبيل وعادي ندروا معي سواء البصلة سواء انتم ونحكوهم زيان ونخلي واحد نساعة من بعد عادي نصلو الدجاجة ديالنا باش نوجدوها باش نشر ملوعة فهنا كيفما كتشوفو معايا عندنا نصف كاس زيت زيتون وعندنا السمن المغربي الحار والسمن الحلوك اذا يعني متوفر عندكم بالنسبة البهارات عندنا سكين جبير والخلق معواد ورس الحانوت والفلفل الاسود اللي هو البزار والزافران وكنزيد معاهم واحد الملعقة صغيرة ديال الكاغي او اللا الكيوغي وعندنا كيلو اللاروب ديال البصل مقطع شرائح وجوز بصلات الصغار اللي عادي نكونو محكوكين فهما اللي كيعطيو لديك المرقة اللي كتجي خاطرة وعندنا هنا يا كاس ديال الاعدس اللي عادي نكون نقع في الماء ومن بعد عادي نحتاجو ربع كاس ديال الحلبة مع ملعقة ديال النافع وشوية الحبوب ديال البزار هكا والتومة وعود ديال القرفة وهنا عن بدا وعلى بركة الله باش نشرملوه دجاجة فكنحطوه توابل اللي مدكرت وكنزيدو عليهم السمن والملحة ملعقة صغيرة وعادي نتبلوها دجاجة مزيان يعني كلها ومن الاحسن نخليوها يعني على الاقل ليلة كاملة في الثلاجة هنا بالنسبة الخيط اللي يسألوني عليه الأخوات فهذا الخيط موجود في جميع السيبر ماركتات بألمانيا هنا كنحزمو الرجلي لأنه هنا دجاجة في أوروبا معروف كيحلو له كرشو كلها يعني ما كنقوش في نخشيو ذوك رجلين ونقفوهم بحال كيددجاج عنا حنا في المغرب كيف كيددبحوه هنا يعني من كيددبحو ما كيخليوش ديال بصاكل كولا كيحلو من كيشبتو دوك الامعة هنا من بعد عادي بعد ما مر ليلة كاملة على دجاجة خلينا كيفما قد لكم في الثلاجة ومن بعد عادي ندوزو للطحضير للطهي ديلها فهنا عادي نحط زيت الزيتون مع ملعقة صغيرة ديال السمن الحلو وعادي الباقي ديال هاداك الباصل اللي عادي نحطوه على دجاج وهنا عادي نبدأ ونقليه في الدجاجة ديالنا على نار متوسطة تقريبا واحد خمسة ديال دقايق نقليه في الدجاجة ديال الجانب على دجاجة ديال الباصلة يعني كتاخد واحد اللون دهبي باش كتجي ديك المرقات ديالنا كتجي بنينة والديدة وهاد الباصل هو السير اللي كيخلي هاداك المراق مني كيكون محكوك كيخلي هاداك المراق كييجي خاتر هنا يا ومن بعد عادي نديرو الباش عادي نبلو على هاد الجاجة عادي نديرو الماء مغلي وتجاجة عادي نحطوها على صدرها تقريبا عادي نحطوها من خمسة وثلاثين حتى الربعين أدقيقة هنا عادي نرجعو العدس ديالنا اللي لقعتو في الماء ده هو تقريبا خليتو عنا ليلى كاملة العدس في الماء ومن بعد كنستعمل هاد الشبيكات فهاد الشبيكات ماشي ضروريين الأخوات اللي كيسولون عليهم فعندهم كتر من خمسة وستاشر سانة كنت خذيتهم من محل هنا بألمانيا ولكني حاليا راني ما كانشوفهمش يعني كتعرفوا شي أحيانا أشياء في ألمانيا كيجيوا وما كيبقاوش يجيوا يعني لمود داعت كنعودو القو بحالهم فبالضبط يعني ما كينين شو ما عرفتمش أنا فين يعني فين كيتبعوا ربما ما هكا يعني كيف ما كان قولوا عودوا حلو عينيكم مرة أخرى اللي لقيتوهم التوما واليش حاجة وأنا اللي لقيتوهم من طبيعة الحال راعدين نخلي لكم في التعاليق نقول لكم زي ما رأى مثلا راه شفتهم في هذا المحل ولا في هذا المحل ولا بغتو تشريهم فهنا بالنسبة حية الدجاجة والمرقعة وتحطت فيها ذاك العدس مع هذيك الحلبة اللي درت معها شوية ديال النافع وعود ديال القرفة والتومة وسديت عليهم في جهة الرسم فبالنسبة للعدس والحلبة فممكن تاخدوا كسرونة صغيرين وتحطرهم فيهم ماشي شرط هذي الشبكات هرهو ما في صراحة الله راه جد عمليين يعني لقيتوهم وشريتوهم راه جد عمليين بززاف وحدكت هذي تقريبا نسف كيلو والاخرى روبع كيلو بالنسبة للعجينة فعندي هنا يا العجين اللي سبقت لي تاوه حضرتو فيه 750 قرام ديال طحين للفوروس و250 قرام ديال طحين الفينو ذاك الطحين القمح الصلب تاوه ما عجنتوهم قبل وخليتهم تقريبا واحد أربع ساعات عاد عادي نبدو نخدمو العجين ديالنا فهنا قطعتهم قرص يعني صغار وعادي ناخد جوج بجوج فكالي كي يخدم يعني عشرة كي يبقي حيطي وحدة وديل أخرى وديل أخرى فكل واحد المهم مراه كله في الأخير النكهة دياله رأيي هي المسمن فهنا عادي نخدم أنا بجوج يعني عادي ندير ما بين وحدة وحدة شو قليل ديال الزيت ونحط الوسط ديالهم الطحين باش يتفرقوا لنا بسرعة فهذا الطريقة هي المعتمدة عندي وهي الطريقة بالنسبة للتريد بالنسبة للأخوات اللي كانوا طلبوني عليه فكنت حضرت نفس الطريقة في 2017 بالطبط كان يعني أول من ثاني وصفة اللي كنت حضرت هي كانت أعتقد هو التريد فالفيديو كيفما وعدتكم رابشة ولكن مش مشكل الحمد لله اللي رزقي الصحة والسلامة فهنا يعني عادي نعاود معكم يعني بنفس الطريقة اللي كنت عاودت فكنت حطيت القاغيط يعني هاد يعني هاد اللي زاستيوس فراه من 2017 تقاسمتهم معاكم فكن حط في الوراق ديال يعني ديال الحلويات وكن حط فوق المقلات لمقلات اي مقلات كهربائية او للمقلات اللي عادية فماشي مشكلة هنا كنقلب فضربت بال باش كنقلب ضربت لها ديال الخبزات التقطقبات ولكن مش مشكلة يعني العجينة كلها كنكملوها بنفس الطريقة باش ما نطورش عليكم الفيديو خذت لكم نامو دج واحد ويبغد سرعة كيتفرق يعني هاد اللي مسمين بسرعة كيتفرق هنتم كيفما كتشوفو كي طيب كي يجي اللون ديالو باهد فاللي بغى يديرو شوية يعني كي اللي كي يبغيه كي يكونوا فيدقوا الفقاعات بزاف تيكونوا التتي واللي وكحلين وكي اللي كيديرو فعنا كيعجبني بهات الشكل المتوسط يعني اللون ديالو بني فهنا كنحاولو نديرو الثمانية والعشرة وكنقطعوهم بهات الشكل وكنعاود نقطعوهم من الوسط باش كي يجيوا مربعات ولي بيخليهم هكك شرائح طوال يخليهم فعادي الطريقة ديالي والاخوات اللي متتبعات القناة من اول يعني من اول فيديو ديالي فراهم ما عارفين فهنا يا كنقطعوهم وعادي نخلي منهم واحد شوية للاخير اللي عادي يبقى شرائح طوال هنا كنحطهم في الكسكاس كيتفورو وما كنغطوش على الكسكاس ديالنا بشغطة باش ما كيتعجش لنا كي بقى داك الزيت القليل ديالو يعني فوق تنجرة اللي طيبنا فيها كنعاودو نحطو فوق هالكسكاس كنجيبوهم طبيعة الحال واحد المنديل ديالكوزينة وكنحطو فوقها داك الخبز اللي فورنا أو داك الراغيف اللي فورنا وكان شتو حتى كيبرد فأنا نصيحة يعني الأخوات اللي يبغوا ياكلوا التريد وما يضرهم شو اسميتو فهو أصلا مي كان ديرو فيه الحلبة وذك الحبوب ديال النفع فراكي يعطي واحد المضاق رائع والكاغي كان عاود نأكد لأن الكاغي التركيبة ديالو فيها النفع وفيها كتعرفوا المطبخ لهندي فيه الحلبة كيخدموها بزف فراكي يجي عطي واحد المضاق لما عندكم شرس الحانوت معلكم إلا ديرو معلقة ديال الكاغي في التريد فهنا بالنسبة للتسقياء كيف ما عودتكم يعني من زمن فكان حط دائما جوج طبقات طبقاء اللولة وكان سقيها بشوية وكان عود نحط الطبقاء الثانية فهذه الطريقة اللي ميتم دا يعني اللي كان ديرتها الوالدة ديالي يعني نرحل نائمنا وهنايا كان حطوه الدجاج في الوسط قلب صلاة كان دورها من جناب وبالنسبة للدجاجة مني خرجتها من الفورن حطيتها في الفرن تقريبا هي واحد روبا ساعة على درجات خمسين يعني أقل أقل يعني درجات الحرارة ماشي حمرتها لا راه بقى رطبة فقط حنت هو الدجاج بالدي خضاء هدا كل لون وكان سقي وكان حطوه لعدز فعل تسقيها عادية هنا خليت واحد شوية من الخبز اللي قطعتو شرائح طوال بهات الشكل يعني معاود قطعتو مربعات وعادي نديرو بحال شكل شي شوية ديالي عش هنايا كشكل يعني كتزيين وما عاديش نسقيه يعني بالمراق كتير فقط هنايا عندي البيض ديال الحمام اللي هو صغور فأحيانا فاخدته من النورما هاد البيض يعني الاخوات اللي هنا في ألمانيا كانوا يجابوه وهنا كنسقي بهدك الماء اللي بقى من الحلبة وباش كنسقي وكنحط لوسط الحلبة الحلبة وكنحط فقهم ذوك البيضات يعني اربعة وكنخليو حدا بالقشور ديالا هما كلهم سلوقين هي كمنظر وهنا كندير المشماش اللي عمرتو بالداخل ديالو بالقرقاح بالنسبة للمشماش حتى توير واحد شوية في الماء هير تطلق ومن بعد حليتو بالوسط وعمرتو بالقرقاح كشكل فبالنسبة لتريد اللي معروف را كان ناكلو التريد اللي هو تريد الحقيقي والتقليدي اللي هو معروف بالبصلة والحلبة والعدس وكل شي كي طيب مرة واحدة وكنسقيو بي الخفز ديالا فالان يعني العين كتاكل كيف ما كنقولو قبل من الكرش فما يعني الناس ولات كتفنان وكتدير فكيلي كي حط يعني اشياء واشياء فوقترين ولكن عاو التاني نحاولو ما نكترووش بزاف من الاشياء اللي هي حلوة وازميتو باش نبقاو دائما في داك المجال ديال اننا كن ناكلو الرفيسة المغربية التقليدية الاصلية فهنا بنسبة للعدس كيف ما كتشوفو كي يجي طايب حبا حبا فهذا العدس خضيتو من المحل المغربية لانا العدس اللي في الليدل او اللي في اللي سويتبر مكتك يتبع بسرعة كيدو بكي يولي بحال شكل البصارة الاخوات اللي كي سوولو على العدس رخليت لكم انا العنوان دياله وبالنسبة للمراق فكنحطوه في الجوانب اللي بغائع او ديزيت المراق وكنتمنى الفيديو ديال اليوم انا الاعجاب ديالكم الى اللقاء في فيديو قديم ان شاء الله